السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية يا أول أرجو منكنا متابعة الدروس السابقة أول بأول مع تلخيص وحل الأسئلة وسماع الشروحات على قناة جوهرة الجوهرة لعلامة التقييم الآن إن شاء الله سنتحدث في صفحة 172 إلى درس جديد يتحدث به عن حقوق الزوجين في الإسلام الآن في بداية الحديث أريد أن أعرف لكم ماذا نعني بالأسرة الأسرة يا أول هي اللبنة الأولى اللبنة الأولى أي بمعنى هي الأساس الأول في بناء المجتمع وبالتالي كون هذه الأسرة هي الأساس الأول في بناء المجتمع إذا كانت هذه اللبنة قوية قوية المجتمع وإذا كانت صالحة صلحة المجتمع إذن هذه هي الأسرة وجاء الإسلام ونظم علاقة الأفراد داخل هذه الأسرة الواحدة لماذا نظم العلاقة بين أفراد الأسرة حتى يكفل حق كل فرد من أفراد هذه الأسرة وبالتالي هذا الشيء عندما يضمن حق كل فرد من أفراد هذه الأسرة سيحقق المحبة والتآلف بين أفراد هذه الأسرة الآن نبدأ بحقوق الزوجين في الإسلام هناك حقوق مشتركة بين الزوجين وهناك حقوق خاصة لكل من الزوجين على زوجه مع الأحكام المتعلقة بكل حق من هذه الحقوق إن شاء الله في درسنا لليوم فقط سنتحدث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين إذا بتلاحظي في الصفحة الأولى 172 ذكرين ثلاث حقوق أولها من الحقوق المشتركة بين الزوجين يعني الحق على الزوج والحق على الزوجة هو التعاون على طاعة الله تعالى طيب وضحي ذلك هو أن يعين كل منهما على طاعة الله تعالى أي بمعنى آخر هو أن يساعد بعضهما البعض على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن كل ما يعصي الله سبحانه وتعالى أيضا من حقوق الزوجين المشتركة هي حسن العشرة قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف الآن العشرة بالمعروف هي أساس السعادة الزوجية طيب ماذا نعني بكلمة معروف؟ الآن كلمة معروف أو لماذا الله سبحانه وتعالى اختار كلمة معروف في هذه الآية وجعلها ملاصقة أو بجانب أو مع كلمة وعاشروهن العشرة الآن سبب اختيار هذه الكلمة لأنها تشمل كل معنى سامن في التعامل سامن أي أفضل معاملة وأرقى المعاملة تكون في كلمة معروف وبالتالي يجب على كل من الزوجين انتقاء أرقى الألفاظ في الكلام مع بعضهما وتجنب الإساءة المادية والمعنوية لكل منهما الآن يقول رسول الله سلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم التي تدل على حسن العشرة بين الزوجين الآن ما آثار أو ما هي النتائج الطيبة التي تعود على حسن المعاشرة هو أنه يجب على كلا الزوجين أن يتجاوز عن الأخطاء هذا واحد وعدم ترصد أخطاء الآخر يعني كل واحد يكون واقف إلى الثاني على خطأ يعمل عليه نزاع أو خلاف أو يظل يعاير به كل طرف الطرف الآخر وأن لا يكون الاثنين سبابا أو لعانا الحق الثالث له حفظ خصوصية العلاقة بين الزوجين الآن حذر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حذر أي من لا تحفظ خصوصية زوجها ومن لا يحفظ خصوصية زوجته وينشر كل منهما أسرار هذه الزوجية هذا عند الله محرم فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى وحذر أيضا إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ومعنى ذلك أي ما يكون بينهما من أمور خاصة في حياتهم الزوجية فيفشي كل من الزوجين سر الآخر نتقل إلى صفحة 173 ونكمل توضيح نقطة ثلاث لحفظ خصوصية العلاقة الزوجية وحرمتها إذن على الزوج أن لا يفشي سر زوجته وعلى الزوجة أن لا تفشي أسرار زوجها كمثال مثلا لا يذكر الزوج مثلا عيب في زوجته مثلا لا تستطيع أن تعد طعام وخاصة أمام الآخرين سواء أهله أو أهلها وأيضا هي لا تفشي أسرار زوجها مثلا إذا كان لا يوجد معه مال في تلك الفترة أو أي أمثلة قد تتوارد في ذهنك الآن ما التعليل على ذلك أو لماذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يفشي كل منهما أسرار الآخر لأن ذلك قد يؤدي إلى نفور كل من الزوجين من الآخر نفور يعني زعل أو يصير في بناتهم حززية أو تباعد أو كراهية وعدم أيضا الشعور بالطمأنينة الآن إذا ملاحظين هذا السؤال علي لي يبدأ من أعلى الصفحة من عند كلمة فعلة الزوج أيضا كمان من عند فعلة الزوج هون بيكون جواب وضحي اللي في صفحة 172 للنقطة 3 وأيضا ممكن نقطة 1 و 2 اللي هما جواب علي لي إن ممكن إن أحط له سؤال آخر من الآثار أو من الآثار السيئة في إفشاء الأسرار بين المتزوجين سواء من الزوج أو من الزوجة أيضا يعطيني نفس الإجابة تاعة علي لي الإضاءة قراءة الآن ننتقل إلى نقطة رابعة اللي هي الحقوق الزوجين في الإسلام المشتركة بين الزوجين اللي هي إدخال كل منهما السرور على قلب الآخر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى إدخال السرور بين بعضنا البعض فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم إذن يحب الله سبحانه وتعالى إدخال السرور من قلب مسلم إلى مسلم فكيف إذا كان هؤلاء الأشخاص هم الزواج فهنا الأولى أن يدخل كل منهما السرور على قلب الآخر وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على قلوب زوجاته أي توضيح لهذه النقطة يجب أن يهتم كل من الزوجين على سبيل المثال بمظهره مثلا اللي ينظر الزوج إلى زوجته يراها جميلة طيبة رائحة مظهرها حسن ثيابها نظيفة يعني لما ينظر إلىها تعطي أو تعكس عليه البهجة والسرور وأيضا العكس يجب على أو يعني حلو أن المرأة أو الزوجة عندما تنظر إلى زوجها أيضا تراه في أحلى اللباس وفي أجمل الروائح وفي أجمل حال ونفسية طيبة وضحكة جميلة فهذا ينعكس على كل من الآخر فيدخل السرور والطمأنين على قلوبهم فقال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي يدل هذا على حب الاهتمام بالمظهر لأن ذلك يدخل السرور لقلب كلا من الزوجين الآن ننتقل إلى صفحة 174 ونكمل الحقوق المشتركة بين الزوجين نقطة 5 تحمل كل منهما الآخر والصبر عليه أي يجب على الزوجة أن تصبر على زوجها إذا أصابه فاقة فاقة المقصود بها فقر أو حاجة أو شدة أو ضائقة مالية يجب أن تتحمل وأن تصبر وأن تقف معه في هذه الشدة وتكون عونا له أيضا إذا كان فيه مرض عرضي تعرض لحادثة معينة يجب عليها أن تصبر وتقف في جانبه وأيضا إذا صار عنده تغيرات سواء صحية نفسية من حقها من حق زوجها أنه يتحملها في هذه التقلبات وفي هذه التغيرات ويتعامل معها بما يناسب حالها أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث الورثة يعني هو من حق الزوجة أن ترث من زوجها عند وفاته والعكس أيضا من حق الزوج أن يرث من زوجته فهذا حق في الميراث لكل من الآخر أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين الاهتمام بشؤون منزلهما وتدبير شؤونه وتربية الأبناء طبعا أنتو بتعرفوا أن الرجل له مسؤولية في رعية واهتمام بيته وإدارة شؤونه وتربية أبنائه وأيضا المرأة عليها أيضا مسؤولية في بيتها وأنتو بتعرفوا مسؤولية كل منهما وأن مسؤولية كل منهما هي مكملة للآخر وهيك بنكون أنهينا يا أول موضوع درسنا لليوم إن شاء الله نكمل بقية الحديث في هذا الدرس في الحصة اللي بعدها مع حل الأسئلة لخصو اللي موجود معكم لهذا اليوم ويعطيكم ألف عافية السلام عليكم